أهلا وسهلا مرحبتين أهلا وسهلا شكرا جزيلا للاستضافة بداية إلى أي مدى يمكن أن تشكل أو يشكل هذا الانخفاض خطرا على الأمن القومي المتعلق بالغذاء شكرا أولا فيما يتعلق بقضية الوضع الاقتصادي بالجزائر بشكل عام ثم كذلك في البحر العبيض المتوسط ونعني به قضية الجفاف والزراعة لم تكن المر الأولى اللي يكون فيها جفاف جفاف عرفتها الجزائر يعني من أكثر من ثلاثين سنة ولكن كانت البرامج في ذلك الوقت تعتمد على قضية السدود وكذلك بالنسبة لتكثيف المياه سواء كانت أبار أو ما تحت الأرض وما فوق الأرض ولكن هذه المسألة في الحقيقة توقفت في العشرية السوداء ثم كذلك توقفت نتيجة البرامج التي أظهرت بشكل آخر ولكن نحن الآن في المغرب العربي وفي حوض البحر العبيض المتوسط الجزائر بفضل مساحة شاسعة يعني تضرر منها جزء كبير وخاصة بالنسبة للسنة هذه هيوينة في قضية الجفاف وفي منتوج الحبوب وكذلك بالنسبة للمربي المواشي هذا التضرر كذلك كان كبيرا جدا وخاصة بالنسبة للجمح والفارينا والشعير والخرطال وكثيرا من المواد الفلاحية التي ممكن سنذكرها فيما بعد أقول أن قضية الإنتاج للفلاحة لأن مدام الأرض يعني مدام الفلاحة هي تعتمد على الري وتعتمد على مياه الأمطار ما تكونش يعني بالمنظور العام المعروف يعني عالميا وخاصة بالنسبة لأوروبا وإلا بالنسبة للمراطق التي هي عندها السقي فلاحة بدون سقي فلاحة بدون ما هذه في الحقيقة دائما صعوبات اللي رأيها موجودة عند الفلاحين صعوبات كبيرة يحرف وفي كثير من الولايات حتى لزرعه ما يقدرش يجيبها في فصل الصيف لأن الظروف الجفاف أثرت بشكل كبير نأمل إن شاء الله أن البرامج الجديدة والبرامج اللي يتكلم عنها السيد الرئيس سيدة تبون فيما يتعلق بحجد المياه ثم كذلك بتطوير الفلاحة سواء في الهضاب العليا أو في الجنوب ولماذا في الهضاب العليا وخاصة بالنسبة للمناطق سيد محمد أنا سألت لك إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك خطرا على الأمن القومي المتعلق بالغذاء خصوصا خلينا نسأل ربما إذا تكرر السيناريو العام القادم وحدث فيه جفاف ما هي الحلول المقترحة لكي نتجنب هذا الانخفاض لسجنا هذا العام؟ أولا نحن سجلنا انخفاض هذه السنة هذه في مادة مثلا تاشعير وفي مادة كذلك كانت بالنسبة للفرينا نقول هذا إذا تسجلت في سنوات يعني عديدة فيه مضرة ومضرة كبيرة وبالتالي أن الاقتصاد يصبح متدهور ولكن ما نوصلوش للدرجة هذه لأن السنة هذه فيه جفاف الجفاف هذا موجود يعني في الجهة الغربية وكذلك في الوسط لكن في الجهة الشرقية يتراوح من منطقة إلى منطقة مثلا منطقة قسنطينة ومنطقة قلمة والمنطقة مثلا الشرقية ما تضرتش بالنسبة للحبوب ثم كذلك المنطقة الجزء الشمالي هذا وانت اسطيف وكان متضرر ولكن ولاية البرش كانت متضرر أكثر المناطق الغربية هذه تتفوت فيه مناطق التي هي أكبر منطقة التي هي الحبوب هي ولاية تيارت وبالتالي ما قدرتش تكفي حتى المناطق انتاعها وما قدرتش تكفي للموالين انتاعها وما قدرتش تكفي لأنه ضرورة لضرورة أحكام أما فيما يتعلق بالمجابهة انتاع الوضع هذه مجابهة جديدة لازم أولا استيقاظ انتاع الرأي الوطني ثم كذلك نحشد المياه وبالتالي في لحة بدون مياه تصبح صعوبة كبيرة هل يمكن أن نلجأ للمياه الجوفية مستقبلا لسد هذا النقص في مياه الأمطار نمشي للمياه الجوفية لأن الشط الشرقي والشط الغربي هذا بحر كبير ثم كذلك المياه الموجودة في الصحراء والبحيرات الموجودة لازم نجلبها لماذا قدرنا نجلب من عين صالح إلى تمرست وما نقدرش نجلبها من مناطق أخرى لماذا ما نقدرش على الأقل يكون في تصفية المياه من البحار عندما تكون الشدة وتكون الإزمة تكون فيه مخارج ومخارج كبيرة وبالتالي يجب علينا فيما يتعلق بالوضع هذا أنا تكلمت مع السيد وزير الفلاحة وعرفنا مناطق الظل وعرفنا مشاكل التي هي موجودة في القطاع وبالتالي أن الدولة مهما كان الأمر تعطي أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي ثم كذلك بالنسبة للفلاحين لأنهما عاناوا معاناة كبيرة وخاصة في ذو سنتين نتاع الكوفيد والمرض وبالتالي قضية الأسواق اليوم ركتشوف فيها الحمد لله كثيرة ولكن قضية عندما تشح الأمطار وكذلك تنشف السدود واشتهى السبيل اللي تعملها الفلاح ولا تعملها قطاعات أخرى أعتقد أن وزارة الرأي والحكومة بشكل كابر واليوم في اجتماع نتاع السيد الرئيس الجمهورية فيما يتعلق بقضية الفلاحة والتطوير نتاع الفلاحة وخاصة الفلاحة ما تطورش لهم ويكونش فيه مياه وما تكونش فيه إمكانيات وخاصة بالنسبة كذلك حتى المربي المواشي اللي رهم اليوم في عزلة وفي مشكل كبير نأمن إن شاء الله أن هذه هي الخطوات الأولى لبناء اقتصاد قوي اللي لا يتأثر بالجفاف سيد محمد داليوي أنت قلت بأنه تحدثت مع السيد وزير الفلاحة عالفين أنه تلاجع بنسبة 40% قد يشكل خسائر كبيرة للفلاحين خاصة لاستثمروا في مجال الحبوب والقمح والشعير هل في تطمينات لهؤلاء الفلاحين بتعويضات بمساعدات ربما؟ هذا هو الشيء المقصود أولا لازم الفلاحين اللي عندهم ديون اللي مترتب عليهم ديون بالنسبة للقروض سواء كان قرض الرفيق أو قرض التحدي أعمل السيد الوزير معه السيد الوزير المالية عندما كان وزير المالية ثم كذلك الآن قرار إصبح قرار نتاع الحكومة وهو أنه يكون فيه جدولة للديون ثم كذلك يكون دعم للفلاحين وخاصة بالنسبة لمادة الحبوب أعتقد أن قضية الحبوب هي تأثر سواء على البشر أو تأثر كذلك حتى على المربيين الأبقار والأغنام وكذلك مربي الدواج لأن الأسعار تتفاقم من يوم الأخرى سواء الأسعار بالنسبة ليد العاملاء أو للتطوير القطاع سواء للدواج أو لمربي المواشي وبالتالي تكاليف كبيرة ولكن دعم الدولة هذا دعم لا محدود يتعلق فيما يتعلق بالتأمينات يتعلق فيما يتعلق كذلك بجدولة الديون من جديد يتعلق ثاني كذلك في إضافات جديدة وخاصة بالنسبة لوجود زرعة لأن نطمن الفلاحين بأن في الدوانة الحبوب موجودة زرعة بكثرة لأن المرحلة التي إن شاء الله ستالي هي مرحلة الحرث والبذر التطمينات موجودة من طرف جزارة الفلاحة وقطاع الحبوب ثم كذلك بالنسبة للأسمدة وكذلك بالنسبة للقطاع أنتع الجرارات والحاصدات اللي هما موجودين في كل مكان أعتقد أن المرافقة هي موجودة ولكن إن شاء الله سنتغلب على هذه الوضعية وهذه الغمة التي هي موجودة إن شاء الله ستنفرج لأن الوضعية كورونا هي وضعية عالمية وليس وضعية على الجزائر لأن حتى البلدان الكبرى والبلدان الاقتصادية طاحت في الأرض عندما وصلت إلى هذا الأمر ولكن نحن مؤمنين وكذلك نعرف بأن هذه القضية القضاء والقدر من عند رب العالمين لأن لا يوجد لنا عدو إلا العدو هو اللي هي ليك والعدو هو الشر ونحن دائما وأبدا نمشي كمفاتيح الخير مغالقة للشر سيد محمد عليوي كسؤال أخير كيف يمكن أن نعوذ هذا الانخفاض في الإنتاج 40% ربما نسبة كبيرة سجلناها في الإنتاج لهذه السنة كيف يمكن أن نعوذ هذا الانخفاض هل ننجأ لخيار الكلاسيكي وهو الاستيراد كالعادة أم فيه خيارات أخرى هو مهما يكون من أمر لازم يكون فيه استيراد بأي طريقة من الطرق يكون استيراد ولكن ما يكون استيراد جزافي يكون بالصورة اللي كانت موجودة لأن الاستيراد هو دائما حتى البلدان اللي هي تعرف إنتاج أكثر منها لأنها قضية الخبز وقضية كذلك ضمانات أساسية وإحنا الجزائريين معروفين بالتهدير انتاء الخبز هذا هوينه وبالتبذير نأمل إن شاء الله أن تكون عندنا ثقافة ثقافة مفيهاش التبذير وثقافة كذلك اللي لازم نعرف كيف حتى في المراعي اللي هي مثلاً ننتعنا لأن اليوم الموالين صبحوا بشكل كبير جداً قضية الحبوب بالنسبة للخرطال وكذلك بالنسبة للشعير وبالنسبة حتى البعض المواد اللي هي في الفارينة كلها تعتمد على التربية نتاع الحيوانات وبالتالي الأكل نتاع المواطنين هذا مضمون من طرف الدولة وفيه مخزون المخزون هذا هوينه إن شاء الله يوصلنا حتى رب العالمين يفتح الأبواب وما كانش اللي يقنط من رحمة رب العالمين لأن هذه قضية قضاء وقدر والجفاف هذا هوين نحن عرفناه عرفنا الجفاف في الربعة وسبعين وفي الخمسة وسبعين عندما كان الجيش الوطني يوزع أفوان في الشعير ويوزع في المياه للمربيين انتاع المواشي في ذلك الوقت في وقت الرئيس هواري بومدين رحمه الله مجلس الثورة اجتمع على الوضعية انتاع الجفاف مثل ما هو مجتمع اليوم كذلك رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء فيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية تعلوباء وكذلك وضعية الفلاحة والأوضاع الأخرى تعلب بلاد وهو كذلك سيد محمد علي وإلى أمين العام للالتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين شكرا جزيلا على هذه المداخلة إلى خبر آخر الآن وإلى وليت ترجمة نانسي قنقر